اكدت دكتورة جميلة سلمان استاذة الطب المساعد بجامعة الخليج العربي استشارية الأمراض البطنية والأمراض المعدية والشيخوخة ومكافحة العدوى رئيسة رابطة الأمراض المعدية بجمعية الأطباء البحرينية اكدت أن اللجنة المنظمة فتحت باب التسجيل للراغبين في الحضور والمشاركة في المؤتمر الدولي للميكروبات المقاومة والأمراض المعدية في نسخته الثانية وورشة عمل حول مضادات الميكروبات وأوضحت الدكتورة السلمان أن المؤتمر سيقام خلال الفترة من التسع عشر حتى الثاني والعشرين من شهر سبتمبر المقبل بتنظيم من رابطة الأمراض المعدية بجمعية الأطباء البحرينية بالتعاون مع اديوكيشن بلاس منوهة إلى أن المؤتمر سيشهد مشاركة كوكبة من الخبراء والأكاديميين والاستشاريين كمتحدثين رئيسيين ترجمة نانسي قنقر